الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المشاهدون الكرام المرؤة واستقبال الصعاب أمر قد يفتقد في كثير من الأزمنة ولكن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم لم يكن ثم خلق من الأخلاق إلا وعلى وتفوق عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لذلك الشجاعة قد تكون في فطرة الإنسان وقد يكتسب الإنسان شيئا منها إذا ما تعرض للصعاب ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان شجاعا في فطرته وكان صلى الله عليه وسلم يقابل الصعاب بصدر رحب وشجاع نجد أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة إذ حدثت فزعة شديدة ارتجت منها المدينة وهذا الوقت وقت إقلال وقلائل أي وقت كانت الحركة فيها حركة بحساب وقت قد يهجم على المدينة المنورة في أي وقت جيش أو شيء من ذلك القبيل فلما حدثت هذه الفزعة الشديدة إذ بالصحابة رضوان الله عليهم يخرجون من بيوتهم يبحثون عن سبب هذا الصوت فبينما هم ينظرون إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يعود من خارج المدينة على فرس عري أي دون سرج لأبي طلحة فإذا ما جاء صلى الله عليه وسلم قال لم تراعوا لم تراعوا أي لا تخافوا لا تخافوا ثم نزل من على الفرس وقال لقد وجدناه بحرا أي وجدناه سريعا إن الإنسان إذا ما تعرض لشيء يقلقه أو لشيء يخيفه ربما وقف لحظة مع نفسه فينظر إلى ما حوله ماذا يفعلون ثم ينطلق بعد ذلك فيكون في مأمن مما يحدث من العواقب أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسارع إلى هذا الخوف وهذا الفزع حتى يكون صلى الله عليه وسلم أول من يتلقى في غزوة حنين وهذه الغزوة كانت بعد فتح مكة المكرمة خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد كثير من الصحابة ولكن الأعداء جعلوا كمينا بين جبلين حتى إذا ما مر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم هاجموهم وخادعوهم فجرى بعض الصحابة غير أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يفر وكان صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة يركب على باغلة بيضاء إنما الفارس يركب فرسا حتى يكون سريعا إذا ما أقدم وسريعا إذا ما أراد أن يجري فإذا ما ركب الإنسان دابة بطيئة فهذا يدل على شجاعته لأنه يلقى العدو ببطء ويفر أيضا ببطء وهنا يقول صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب أن يعرف صلى الله عليه وسلم بنفسه وهذا من شجاعته ومرؤته صلى الله عليه وسلم سيرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إنه إذا حميت الحرب وحمرت الأحداق كنا نحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرنا علي بن أبي طالب معروف في شجاعته وفي لقائه للناس حتى إنه أي سيرنا علي بن أبي طالب كان يلقى أشد الأعداء وهو المعروف بقتل عمر بن ود وهو من هو في الحرب وفي القتال إنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الحرب وحمرت الحدق أي حمرت العين كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأم الناس في صلاتهم ويقف في مقدمة الصلاة وكما وقف صلى الله عليه وسلم في مقدمة الصلاة فإنه صلى الله عليه وسلم أيضا يقف في مقدمة الحرب لقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وفي غزوة بدر يقف صلى الله عليه وسلم في أماكن بارزة من الأعداء ويرفع يديه صلى الله عليه وسلم بالدعاء ولا يهاب مقابلة الأعداء لقد كان صلى الله عليه وسلم من المروءة بمكان وفي استقبال الصعاب بمكان حتى تكون الأمة المحمدية على مثال منه صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين موسيقى